موسيقى موجز دربوية أهلا بكم شاركت الجمهورية العربية السورية بوفد وطني برئاسة وزير التربية الدكتور دارم طبع افتراضيا في مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة نتعلم من أجل كوكبنا نعمل من أجل الاستدامة والذي يستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجهري أصحاب المعالي السيدات والسادة أسعد الله أوقاتكم بكل خير رغم كل ما تتعرض له المنطقة العربية اليوم من أزمات خانقة وسورية خصوصا التزمت وزارة التربية في جمهورية العربية السورية بمسؤولياتها تجالها الأجيال القادمة في إعدادهم الإعداد اللازم للمساهمة في التنمية المستدامة لمواردها لتأمين احتياجات هذه الأجيال والأجيال التي تليها وعلى رغم من سعيها الدائم لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة عشرين ثلاثين حول جودة التعليم إلا أن رؤية وزارة التربية زهبت أبعد من ذلك واعتمدت في وضع معاييرها التربوية الوطنية الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وبنت كفاياتها عليها بحيث أتت المناهج التربوية المطورة لتراعي فهم وتطبيق هذه الأهداف للوصول إلى مجتمع قادر على حماية موارده وتأمين استدامتها والمساهمة في حماية موارد كوكبنا الصغير كما التزمت الوزارة بتطوير مهارات العمل والحياة للوصول إلى تكوين متعلم قادر على تحقيق هذه الأهداف بحيث نضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة وعملت وزارة التربية على تدريب الكوادر التعليمية لتكون قادرة على ربط المفاهيم المعرفية التي تدعم التنمية المستدامة بمهارات وسلوكيات تطبيقية تقود إلى تغيير الممارسات اليومية للمتعلمين في الاتجاه الصحيح كما تم تأمين الوسائل المساعدة لجعل العملية التعليمية تجريبية تطبيقية تعتمد على بناء الخبرات العملية والبنية النظرية الكافية لها بدلا من حصر التعليم بالكفاية المعرفية فقط ورغم الحرب الجائرة على سوريا خلال العشر سنوات الماضية وانتشار جائحة الكورونا عملت حكومة الجمهورية العربية السورية من خلال وزارة التربية على تأمين البيئة التعليمية المناسبة لترميم المدارس المخربة بفعل الإرهاب وتعويض الفاقد التعليمي وتطوير نظم التعلم البديل من برامج التعلم الذاتي ومنهاج التعلم بيه وتطوير نظم التعلم عن بعد عن طريق بناء خمس منصات تربوية في دمشق وحماء وترطوس لتأمين التواصل مباشر بين المعلم والمتعلم في أي زمان ومكان للوصول إلى تحقيق تنمية مستدامة حقيقية من خلال التربية القويمة والتعليم الصحيح إن استقرار المنطقة العربية واحترام القانون الدولي في عدم التدخل بشؤونها الداخلية وسرقة موارد الطاقة والغذاء منها واحترام حدودها سيسهم في انتشار الأمن والسلام فيها وسيكون له دور كبير في تحقيق غاياتها التربوية في مجال التنمية المستدامة وتشجيع العمل الإنساني المشترك للحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة ومشاركة الوفد السوري في هذا المؤتمر الهام من خلال أربع وزارات هي إضافة لوزارة التربية وزارة التعليم العالي والثقافة والزراعة إضافة إلى المجتمع المدني أهم دليل على اهتمامنا بتطبيق أسس التنمية المستدامة في التعليم بشكل عمليا وفعال وفقكم الله وأتمنى لمؤتمركم النجاح ولكوكبنا السلامة والأمان لننعم أجيال الغد بحياة رغيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انطلقت في حماء الدورة شبه المركزية للمدربين من محافظات حماء وإدلب والرقة لتدريب المعلمين الوكلاء والتي مدتها تسعة أيام وتأتي هذه دورة ضمن إطار التحضير للعام دراسي الجديد واستعدادا لتدريب المعلمين الوكلاء الناجحين في مسابقة وزارة التربية والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة ثانية ختام المجاز إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة